بسم الله الرحمن الرحيم احبابنا واصدقائنا اليوم اريد ان اعطيكم موضوع جديد على واحد البروضوية جديدة و هذا البروضوية سيئة على الطيور التاحي ومد نتائج الله يبارك ما شاء الله البروضوية هذا اسمه اوروبا بيرد ديجستيف لكيد هذا خصيصا الجهاز الهضمي و هذا البروضوية مخدوم 100% ناطيرا كما راكم تشوفوه على الصورة البروضوية هذا مخدوم بالفلف الحار مخدوم بالنعناع مخدوم بالقرفة يعني بزاف فيه بزاف سوالح والبروضوية هذا سبيسيال مو الجهاز الهضمي كما قلنا يساعد بزاف الطير تاعنا خاصة خاصة الواحد يشري طير جديد ولا عصفور جديد ما لازمش ديركت يحطوه مع العصافير الاخرى لازم يتريته من الداخل و من برا من الداخل بهذا البروضوية ان شاء الله و يساعده يخرج طريبا هذا البروضوية يقوي من الامتصاص في الامعار حاجة ثانية يساعد على الإبقاء في المحيط الطبيعي أو الموازن الطبيعي ثانية يساعد على الإبقاء في المحيط يساعد على الإبقاء في المحيط في المحيط يساعد على الإبقاء في المحيط يساعد على الإبقاء في الأمعاء و ذلك بزيادة كوريات الإنزيم الخاصة بهذه العمالية في الجهاز الهضمي يعني يساعد في عملية الهضم خامسا يساعد على الإنزيم الضيجة يساعد على الإنزيم لأنك تخبط الكثير و خائف المسترسي أو يساعد على الإنزيم و نعطيه منه هذا البروضوية ادى كوريجي التروبل انتستينو مثلا كي ملادياري يعالج الاختلالات في الجهاز الهضمي و خاصة الأمعاء مثل الإسهال لا يمكن تقاوم بكتيريا لا يمكن لكفيفي استغنية ليس له أعراض ثانوية تبدل لمدة خوف بإن الفائر لا يمكن لك لا تدخل من نظام بكتيريا سوف نقلل من استعمال مختلف الأدوية يمكننا أن نقوم بمتكامل طريقة التقديم نمد 1.5 مليلتر من هذا المحلول في 1 لتر من الماء ثلاثة أيام في الأسبوع هذا في حالة الوقاية يعني ليس طيور مريضة أو لدينا شك فيها في حالة الوقاية نمده ثلاث خطرات في الأسبوع وخلاص 1.5 مليلتر في 1 لتر تعماء معدني يعني تقريبا بوشون كما هذا وفي الحالات الضرورية يعني حالات علاجية نمده ثلاثة مليلتر في لتر واحد تعماء لمدة خمسة أيام متتالية دون انقطع قلنا في الحالات المراضية نمده ثلاثة مليلتر في واحد لتر ماء معدني خمسة أيام يعني متتالية دون انقطع والحمد الله نسيته على الطيور تاعي يعني مد نتيجة الله يبارك ما شاء الله وكثر خير ربي والبرودوي هذا جاب لي ربي راه جديد ما نشعر في اسكو دخله هنا للتزاير والله ما على بالي يا أخوتي هذا أعطه لي واحد حبيبي ليسانسيال وش راح نقول لكم في الختام يعني حبيت ندير نتاء لجميع أحبابنا وأصدقائنا والمتتبعين كامل 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 يعني نداء الخونة حميد ربي يفرج عليه إن شاء الله وربي يفتحها في وجهه وربي ينحي عليه المشاكل اللي يراهي فيها رانا خاوة رانا كامل يد وحده والراجل والأصدقاء هما اللي تلقاهم وقت الشدة أخو يا حميد الأصدقاء صاحبك يقول لي صاحبي 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 هو اللي يكون معايا ووقفك تشدة وبربي إن شاء الله سنكونوا معاك ونخليوك شو وحدك وكل الناس اللي راي يتبع فيك راهم يوقفوا معاك بربي إن شاء الله ويدعو لك بالخير وما يكون غير الخير إن شاء الله وإن شاء الله يا ربي لفنت ويت دوز دو ميل ديسات يعني ثمانية وعشرين تناعش ثمانية وعشرين ديسمبر الفين وسبعة عشر تعيط لي وتقول لي الحمد لله فرجت والأمور رجعت إذا ما جاريها ونطلب وربي العزيز اللهم افتحها في وجهه اللهم افتحها في وجهه اللهم افتحها في وجهه ونحي عليه المشاكل اللهم يرى فيها وإن شاء الله ما يكون غير الخير يا حميد دين ربي في قلبك وقسم بالله ما تخيب تجور حط ربي في قلبك ونوصيك حاجة دينها مليح 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 في رأسك عائلتك والعمل تاعك أولى من كل شيء من اليوتيوب من الزواج من المقان نرى العائلة تاعك والخدمة تاعك أولى من كل شيء لبالي انت مديت كامل وقتك لليوتيوب كامل وقتك للزواوش وتقريبا نسيت العائلة تاعك وهملتهم شوية ما معليش خوية أنا نقول لك العائلة تاعك أولى العائلة تاعك أولى أخوتنا أدعو له بالخير الله يستركم غدوة الجمعة إن شاء الله أدعو له بالخير في سالة الجمعة وجزاكم الله كل خير و بربي إن شاء الله كما قلت لك خوية حميد بربي إن شاء الله نستنى ما عندك تليفون تقول لي الحمد الله فرجها ربي و كثر خير ربي كما قلنا الأصدقاء وقت شدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا